طيب بمناسبة منصات التتويج وبمناسبة اعياد الميلاد هذه الايام لعدد من النجوم النهاردة عيد ميلاد مدرب ماشي على خطة من والجوزية واعتقد هذا السويسري اللي سكن قلوب الاهلوية يستحق مننا مارس الكولر النهاردة نقوله كل سنة وانت طيب يا خواجة عيد ميلادي بالاربعة وستين مارس الكولر في مسيرته اربع بطولات لكن في سنتين اتنين وشهرين تقريبا بالزبط مع النادي الآلي اضاف لسجله كم بطولة 11 بطولة 11 بطولة حققها مارس الكولر مع النادي الآلي وقد جاء اليه وفي خزنته اربع القاب فقط لكن هو ده النادي الآلي اللي بيقدر يختار مدرب كويس والمدرب اللي بيلاقي هذه البيئة اللي صالحة جدا ان انت تنتج فيها واتحق كل هذه البطولات مارس الكولر نصف بطولات اقليمية مارس الكولر 126 مباراة مع الاهلي فاز الفريق معه في 93 مباراة وتعادل في 22 وتلقى 11 هزيمة في مختلف البطولات منها كان فيلمينجو وريال مدريد في كاس العالم للاندية سجل الاهلي مع مارس الكولر 245 هدف واستقبل 79 هدف وقدر يحافظ على شباك الاهلي نظيفة في 74 مباراة حقك اكبر فوز امام البلدية كان خمسة واحد لكن اعتقد في جعبة المدرب السويسري الكثير من الارقام القياسية اللي قدر يحافظ بها على مرات الفوز المتتالي على خوض دور الابطال افريقيا حتى النهاية بدون هزيمة يدخل فيه هدف واحد اعتقد ارقام قياسية كبيرة جدا مارس الكولر بيطارد بيها الداهية البرتغالي منول جوزيه جوزيه اللي وصل للقاهرة من يومين حضر حفل تكريمه كايقونة المدربين في مصر مجل الديرجست الاستفتاء بتاعها منول جوزيه ايقونة المدربين في مصر اعتقد هذا المدرب انه ياخد لقب اسطورة التدريب يستحقه كما يستحق مارس الكولر النهاردة نقوله كل سنة وانت طيب ومزيد من النجاحات والتوفيق ان شاء الله